وبعد سؤال بقول كيف استطاع المسيح البقاء على الصليب ست ساعات المسيح كان على الصليب ثلاث ساعات الساعة الثالثة للساعة ستة رغم الألم والمعاناة الفضيعة لا أظن أن الطبيعة البشرية تستطيع البقاء كل هذا الوقت لا هو حقيقة فكرة الصليب هو أشد أنواع التعذيب الروماني والغرض منه أنه يطيل التعذيب لأنه اللي بموت على الصليب مش بموت من أثر الجراح بموت من الاختناق فكونه أنه يعلق الشخص على الصليب فيحطوا نوع من الخشن يستند عليها كل شوي لما القفص الصدري بينقبض فحاول يرفع نفسه عشان يمسك الهوى حتى أخيرا يستسلم بس المسيح كان بدون نوم جلد وضعوا إكليل الشوك على راسه بالضرب كل الليل وخلال النهار والمسافة والرحلة الطويلة طبعا كل هذا والجلد الروماني كان من أصعب جلد فتعلق على الصليب ثلاث ساعات وكان في ظلم كثيفة كان في زلزلة عظيمة وتفتحت القبور في القيامة ظهروا للعديد وحجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل وعلى فكرة موت المسيح هو هو قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخدها يعني مكتوب نكس الرأس وأسلم الروح عادة واحد لما رأسه بينزل خلاص يعني لكن واضح أنه هو اللي سلم روحه لالله السؤال الثاني هل صحيح أن المسيح دفن في القبر وهو لم يكن ميت كان إغماء طبعا هاي نظرية سخيفة جدا حاولوا يروجوها أنه المسيح أنزل عن الصليب ومن خلال برودة القبر أنه تعش ولكن فيه كثير يعني أمور الجلد والصلب والموت والطعن بالحرب وشهادة القائد المئة وكل الشهود والكفن اللي حطوا عليه كله بتثبت أنه المسيح مات فعلا وهل يستطيع المسيح أن يدحرح حجر لو كان أغمي عليه وأنه يمشي بين التلميذ كمون فيعني نظرية سخيفة جدا بالأصل وبصراحة عيب أنه الواحد حتى يجاوب على الأشي من هذا المضوع يعني أنا بفهم الناس اللي بتهاجم الصليب مش عاوزين أنه المسيح يتصلب ولكن اللي بدافع عن الصليب يعني شره البلية ما يضحك يعني بأشر إنك تقول لا أتصلب بس هو أغمي عليه والناس من زمان ما كانوش أزكياء بعرفوش يقالوا لا حبيبي الناس كانت أزكى مننا الآيكيو تبعهن أعلى مننا إحنا اليوم ما علينا بس حبيت أجاوب بسرعة لأنه بعد أسئلي عن إخلاص موسيقى موسيقى